السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله معكم أنسا أحمد في هذا درس ننسو كفية تصميم هذا الشكل بسيط وسهل بإستخدام مرامة صدورك أول شي نضغط على file ثم نختاره part نرسم بمرامية write plane ونرسم الشكل هذا الوضع أمامكم نحدد أول شيء ونرسم بالكفية هذه الشكل هذا نحدد المسافات المسافة هذه تساوي 60 ملي متر المسافة هذه تساوي 30 ملي متر دعونا دراق شوية الداخل المسافة من أسفل تساوي 4 ملي متر حتى هذه 4 ملي متر أزول يعني المسافة من هذا الخط لهذا الخط تساوي 12 ملي متر نرسم center line بالمنتصف المسافة بتاع الخط هذا ونركبها فوق ندير العلاقة بين الخط هذا والخط هذا والcenter line أيضا كيف قدرنا قبل بساوي 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 نختار أمر trim ونمسح خط خط هذا ونمسح خط هذا ونمسح خط هذا أيضا لأن اللون أزرق يوجد في بعض مش معرفة دعونا ندير البعد هنا ونشفوه تمام إلى هذا البعد الأخير اللي هو المحتاجين نمشي للفيتشر ندير extrude base وندير عكس الاتجاه بمسافة ثلاثين ملي متر ثلاثين ملي متر ونضغط اوكي كويس ثم ندير التجويف الداخلي هذا فنختار السطح هذا وندير sketch ثم normal to نرسم بمعلومية center rectangle نحدد الأبعاد طبعا هذا ثلاثين وهذا ثلاثين وعشرين ثلاثين نقص ثلاثين وعشرين نقص الممتعي وهذه أربعة 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 أيضا نضعها في المنتصف لأن كل شيء تكون معرفة لنا بالدور الأسود نختار extrude cut ونضغط thru all thru thru all و ندير موافق هكذا قصيت الشكل المتاعي ندير الشكل هذا فنختار السطح هذا ندير sketch اول شي نرسم centerline من منصف المسافة ندير centerline ندير centerline نختار أمر اللاين و نرسم نرجع لعمل جيد و نرسم و ننزل اللوطة و نسكر الشكل المتاعي طبعا المسافة من الخط هذا الخط هذا بتساوي 8 ملي متر المسافة من center دائرة هذي عند أسفل بيساوي 8 ملي متر أيضا فخلي ندير centerline ثاني من أعلى ننزل به الأسفل مش متساوي هذا الخط طبعا من أعلى لعند أسفل و ندير علاقة بين خط هذا و خط هذا و ندير centerline و نديرها و نديرها في المتصف بالزبط تمام؟ ندير مرور للشكل هذا فنختار أمر المرور و ندير نحدد الـ الخط هذا و الخط هذا و الخط هذا و القاعدة متاعها مرور على شيني؟ مرور على الخط centerline هذا و نديره موافق نمشي الـ ندير Extrude Cut و نمسح المعدن نديره Through All و نديره موافق و هذا بالنسبة للشكل نديره Isometric View و نحدد لللون معين و ليقن هذا اللون و ندير موافق و نحفظ الشكل في أي مكان يجبني عن طريق Save As و ندير أي مكان يجبك أحفظ فيه و دير Save هذا بالنسبة للدرس شكرا جزيلا على حسنا والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته